اللجانة النيابية القانونية ومكافحة المخدرات والصحة والبيئة تواصل إجراءات التعديل على بعض فقرات ومواد مشروع قانون مكافحة المخدرات بهدف إنضاجه وإدراجه قريباً ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لمعالجة تفاقم انتشار المخدرات وانعكاساتها على المجتمع مواد قانونية صارمة تصل إلى حد الإعدام والمؤبد سواء إلى الناقلين أو المتعاطين أو التجار وهناك شبه اتفاق داخل أروقات مجلس النواب داخل اللجان والكتل السياسية هناك قانون صارم لا سيما أن القانون السابق فيه مرونة وفيه بعض الثغرات وبحسب نواب فإن مشروع قانون مكافحة المخدرات يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتاجرين والمروجين والناقلين إلى جانب الاهتمام بإنشاء مراكز تخصصية لمعالجة المدمنين مجلس النواب موقف من هذا الموضوع قانون مكافحة مخدرات قانون مهم نعتقد أنه شبابنا بحاجة إلى هكذا قانون ينظم أو يعالج أو يكافح هذه الظاهرة الخطرة بحاجة إلى مصحات مهمة بحاجة إلى قوانين صارمة تحد من الانتشار والمتاجرة بهذه المواد حقيقة سلطة شرعية متبنينة لهذا الموضوع وأيضاً والتمسن رغبة كبيرة من السلطة التنفيذية بمكافحة هذا الموضوع القانون وبحسب اللجان المعنية سيحرص في مواده على دعوة وزارة الداخلية لإنشاء سجون خاصة بالمتهمين بتجارة المخدرات أو عزلهم عن بقية النزلاء من أجل تفادي انتشار آفة الإدمان والترويج ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد